بعد ما تزوجتي صرت حامل سافرت على أميركا صحيح حتى تولدي وكنت يعني وحدك تماماً شنو اللي صار؟ هلأ صراحة أنا وقتها زوجي ما قدري طلع معي وماما كانت مرضاني فأنا أخو بابا اللي هو عمي مرت عمي عايشين بأميركا هو دكتور فطلعت لعندهم فطبعاً هن كتير حداً مضيافين وكتير طبعاً عمي نضال من أهم دكاترة يعني بأميركا فطلعت لعندهم بس أنا بالنسبة إلي يعني كانت تشجبت شوي صعبة لأنه أنا ما كنت بعرف أبداً أتعامل مع الولاد وأنا لحالي لأنه أكيد يعني أنه مرت عمي بتساعدني بس كمان هي إنسانة ملتزمة عنده شغل وعمي عنده شغل فأنا لقيت حالي قدام مسؤولية أول مرة بحياتي كأن بايبي يعني شو بدي أموي فيه يعني الصراحة يعني مثلاً ما كانت مثلاً بنتي ما كانت تنام منيح ما بعرف كيف أنه تأكل الطعمية صح يعني لي أخلرت لأصلاً أنك تولدي بعيد يعني جنسية أو شي هلا مو بس قصة الجنسية بصراحة لأنه كان وضع سوريا شوي تعبان وعمي أنه كذا مرة قال لي أنه تعي يعني طلعي شو في أمريكا كذا وكانت عندي البيزا فحبيت أنه أطلع مشوار وبنفس الوقت أنه أكيد بكسب جنسية لبنتي يعني وبنفس الوقت مثل ما قلتلك يعني أنه يعني ما حبيت تروح الفيزا وأنا ما شوف أطلع البد لأنه ما كنت رائحت لأمريكا فبالنسبة لي كانت يعني نوع من الكوابيس لأنه أربعين يوم اللي قبضيتهم بأمريكا بعد وإلادت بنتي أنا معنمت يعني أنا دائماً كان عندي فوبيا كنت خاف مثلاً أنه هي نعمد في تتشردة يصر لشي فأنا آخر شي وصلت لمرحلة لأنه أنا عم هلويس يعني صرت أتذكر أيام كنت اشتغل ومثل كانت سترت عمثل بصبايا أنه دائماً كنت عاملة شعري مكيجة مرتاحة اطلع على بنتي قول يا ربي أنا شو بدي أعمل بها الكائن صورتني فكانت مرحلة صعبة صراحة الأمومة وخاصة يعني أول فترة هي لا تتأخلم لأنت تفهم أنه صعني اكتئاب ما بعد الولادة طبعاً أكيد معانايت كثير من الاكتئاب لأنه كان ظرفي شوي صعب يعني أنا رجعت على لبنان كان عنا تصوير صبايا أنا صورت بعد أربعين يوم من ولاتي غير موضوع الثالث إفكت اللي صار معي بعد الولادة صار عندي تورم بجسمي يعني من الإبرة الأبيدورال فصار عندي سايت إفكت فعنيت شوي منه واجيت فوراً على التصوير ومتل ما قلتلك يعني أنا كان عندي حدا فوبيا كتير من قصة أنه لسا ما حلت شردأت عملت ثق يعني فكل وقت كان قلق عندي مجغول بالي يعني فهذا كمان عمل لي هيك حالة استرس بالإضافة أنه نحن جينا عادنا بلبنان مش رجعنا على السورية فكانت شوي كل شي جديدة على الحياة يعني حالة جديدة يعني وهيك كلها مع بعض طيب جاني يعني حسيتي بمطارح أنه قصرتي مع بنتك أنه الشغل الأخذك عنها هي طبعا معروف أنه والدتك هي اللي ربتها أكثر فحسيتي بهذا التقصير تجاهها؟ هلأ يعني أكيد أنا قصرت كتواجدي معي يعني أكيد أنا بتمنى أكون موجودة معي مع كل الوقت وأكيد أنا بحب قدر الإمكان أنه أعطيها من وقتي أعطيها من يعني من اهتمامي فيها أهتم أكتر فيها بمعنى دراستها تعبعة أكتر بس بنفس الوقت أنا الأم والأب بنفس الوقت فأنا يعني إذا اشتغلت وسافرت فبالنها أنا عم سافر كرمالة يعني فأحاول قدر الإمكان أنه بقدر عوضها مثلا بدراستها يكون عند أسات زمنح مدرسة منيحة دائما أنا يعني هي محاوطة من الناس اللي بيحبوها إن كان من بابا بابا يعني كتير بيحبها من صديقتي اللي كمان هي بالنسبة إليها مثل خالتها يعني هي عتبتك يوم من الأيام؟ يعني هس هي تفاهمه وعاقلة نوعنا يعني مش أنه عتاب بس هي أكيد بتزعل يعني دائما عنا حالات هيك تغار عليك يعني وبكي وعند دائما هيك يعني تعلق فيني كتير يعني مثلا إذا أنا موجودة جنبها فأنا لازم ضل جنبها 24 ساعة يعني ممنوعة ماما إذا هي موجودة معي فأنه تروح مع رفقاتها تطلع تجي لازم تكون يعني خلص معلق فيني يعني نعم توقفتتتتتتتتتتتتتتت متفاكاتم